لسه كتير لو قادنا يعني نعرض لحضراتكم أهدافه نأخذ الحلقة كلها لأنه بالتأكيد واحد من أهم المهاجمين اللي جون في تاريخ الكرة الفرنسية كلها احنا نتكلم على بلوندور سنة 91 بنتكلم على تشامبينز ليج مع إيسي ميلان لما كان إيسي ميلان واحد من كبار أوروبا بنتكلم على كاس أوروبا مع باير ميونيخ بنتكلم على دوريات طبعا أربع دوريات أعتقد مع مارسيليا الفرنسي لما كان مارسيليا برضو غيرها وغيرها من الألقاب جون بيغ بابان واحد من أهم من نجوم الكرة الفرنسية بشرفنا النهاردة في السادسة هيكون ضيفنا من خلال الفيديو كونفرنس بداية طبعا نشكره على وجوده معنا وطبعا نرحب به على شاشة الأهلي شرف كبير لنا أنك تكون موجود معنا وبشكرك على ظهورك معنا في السادسة جون بيغ بابان أعتقد مشوار طويل جدا وناجح جدا مع كرة القدم خلينا أسألك في البداية اللحظة الأهم بالنسبة لجون بيغ بابان على مدار مشوار طويل جدا اللي عدت فيه في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومع منتخب فرنسا طبعا إيه اللحظة الأهم كانت بالنسبة لك أعتقد أن ليجت لحظة جيدة فقط كل تاريخي كان مليء بالأشياء الجيدة في كل حياتي كنت لاعب كرة القدم وكنت محظوظ أني لاعب في هذه الحياة وحياة كرة القدم طيب خلينا نبدأ مع الكرة الفرنسية وإنت كنت يعني واحد من نجوم مارسيليا لما كان مارسيليا الحقيقة يمكن بطل متوجع على الساحة وتوقت معي بالفعل بأربع ألقاب دوري أين ذهبت كرة مارسيليا وأين مارسيليا من التتويج على المستوى المحلي ومن المنفسة أيضا على مستوى الألقاب الأوروبية أعتقد هي فترات تمر على كل فريق مارسيليا كانت في وقت من الأوقات أحد أفضل الفرق في فرنسا ولكن تمر بعدها بأمور سيئة لا يوجد مرة بظروف صعبة مثل شخص يشتري النادي ويبيعه ثم شخص يشتري آخر ولكن الآن أعتقد أن الآن سيعود للأفضل أن يوجد استقرار في وقت الحياة الخميس المقبل أرعة دوري أبطال أوروبا وأعتقد أن كل فرنسا وخصوصا جماهير البيعه جي بتحلم بتحقيق لقب بطول الدوري الأبطال هل تعتقد أن الموسم ده بيعه جي مع جالتيه قادر على تحقيق لقب بطول الدوري الأبطال أعتقد أن هذه السنة غيرت بريس سن جرمان المدرب ومن قبل غيرت لعيبون جيدون وأنا أعتقد ولدى الإحساس أن كل المدربين الذين تواجدوا في بريس سن جرمان كانوا على مستوى عالي ولكن كريستوف هو مدرب قوي ويديه الخلدة ويمتلك ميسي ونيمار ومبابي ولعبون على مستوى رعا وأعتقد أنه سيقضي بشكل رائع على الأرض المال ولكن يمكن لأول مرة بنشعر أن حالة التوتر الموجودة في قط الليبس ظهر بالشكل هذا الكلام على توطر العلاقة بين نيمار ومبابي وليو ميسي كيف تأثير هذا على الفريق وكيف قدرة جالتيه على قيادة الفريق لتحقيق الألقاب أعتقد أنه لا أعرف أنه يوجد مشكلة في غرفة الملابس ولكن نحن ننتظر الكثير ونستمع إلى كثير من الإشعاعات لنعرف ماذا هو الشيء الصح والشيء الخطأ ولكن أعتقد أن حتى الآن باريس الجمال لعبوا أربع مباريات فازوا أربع صفر وأربع صفر وسبع واحد وخمس صفر إذن أعتقد أنه في فريق فرنسي لم أرى في حياتي فريق فرنسي يفوز بهذه النتائج فقد نختلف مع باريس الجمال ولكن مع هذا الفريق عندما نجد فريق أن يحرز تقريبا 20 هدف في أربع مباريات هذا خوف الجميع انتقالا لإيطاليا وانت كنت واحد من نجوم الميلان الإيطالي ويمكن واحدة من أهم خطواتك لحققتها وإنجازاتك لحققتها تتويجك بلقب دوري أبطال أوروبا سنة 94 مع الميلان الميلان يعود للظهور مرة تانية ويتوج بلقب الكالتشو كيف ترى فرصه في المشاركة الأوروبية في الموسم اللي جاي بالنسبة لي فريق ميلان هو نادي أنا قضيت فيه أفضل العوام التي كانت رائعة مع جميع اللاعبين في الملعب وخارج الملعب في المدينة وأعتقد أن ميلان مر بظروف صعبة مثل مارسيليا عدد من السنين بعدم استقرار والآن الفريق بيعة ويوجد الآن مالك سابت للنادي لا يوجد تغييرات كثيرة وأعتقد هذا ما أسرع بالإيجابة على الفريق والفريق عاد إلى المستوات الأفضل والمستوات الأولى وأعتقد أن الهدف هو الحصول على البطولات والحفاظ على اللقب الدوري هو بالمناسبة لو الميلان بيقابل باي ميونيخ في بطولة دوري الأبطال جون بيار بابان يكون بيشجع مين؟ أعتقد أن أتمنى أحد أتمنى التعادل بمناسبة الكلام عم باي ميونيخ إزاي شفت رحيل ليفاندوفسكي وأعتقد أنه حتى اللحظة يمكن ساديو ماني قادر يعود غياب البولندي الدولي على مستوى البونزليجة لكن هل تعتقد أنه رحيل ليفاندوفسكي ممكن يأثر على فرص الباين على مستوى المنافسة الأوروبية؟ أنا أعتقد في بعض الوقت يجب الرحيل ويجب التغيير ممكن أن تمر بظروف وأيام جميلة في فريق ولكن في بعض الأحيان يجب التغيير ويجب الرحيل للتواجد أو للحصول على هدف الجديد وأعتقد أن وصوله لبرشلونا أكيد سيضيف له أيضا حتى إذا كان برشلونا تمر بظروف صعبة في الوقت الماضي ولكن بايرن دائما لديهم اللاعبين الجيدين ولن يتأثروا بلاعب أو غيره لأنهم يمتركون اللاعبون على خبرة كبيرة ولعبوا مع بعض السنين الكثيرة ومع وجود ساديوماني أكيد سيفيدهم بقوة وطبعا هذا ليقلل من ميليفاندوفسكي الذي أحرز أهداف ماهولة في فترة مع الباير مينيخ ولكن هذه هي كرة القدم هذه هي حيات الكرة القدم يجب أن تتقدب بل أنك ستذهب إلى فريق آخر أو ستبقى ويبقى ليفاندوفسكي هو اللاعب ظاهر طبعا ولكن هو كان لدي الحق في أن يفكر في مكان آخر من الأفضل ليفاندوفسكي أو كريم بنزيما喂 живون Vegan ويليفاندوفسكي ؟ من المكان؟ هل 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 هم جديدين؟ هل هم جديدين مختلفين هدفين على مستوى الرائع ولكن أعتقد أن على مستوى الأهداف هو ملواندوسكي ولكن الآن كاريم بنزيمة تطور بقوة ولكن أنا لا يوجد التفضيل لي بالنسبة لللاعبين أعتقد أن اللاعبين على مستوى رائع وأنا أحبهم بشدة الإسنين في 91 على ما أتذكر فست بلقب البالوندور كأفضل لعب إذا كنت بتشوف الجايزة السندي مين اللي استحقها من وجهة نظرك تختار لي اسم لعب أو اتنين ممكن يكونوا أحق أو أقدر بتحقيق لقب البالوندور أو زباست في هذا العام أنا أعتقد هذا إكبار يعني أخطار كريم بنزيمة ما فعله كريم بنزيمة مع ريان مادريد في البطول الدوري أبطال أوبا هذا شيء استثنائي هو لعب كل المباريات أحرص أهداف الكبيرة فهذا يستحقها بكل صدق إزاي بتشوف مشوار محمد صلاح مع ليفر بول وتقلقه لأكتر من موسم على التوالي مبارح حقا رقم قياسي جديد وبقى الأفضل على مستوى التسجيل في مرمى المان يونيتد يهمني أسمع رأيك في نجم الكرة المصرية محمد صلاح أنا أعشق محمد صلاح نعم أعشقه بصراحة هو لعب حقيقي لقرة القدم هو دائما لعب ما يقدم العرض والقرة القدم تحتاج دائما للعب الذي يؤدي هذا وأنا محمد صلاح هو واحد من أفضل لعبي العالم بالنسبة لي يمكن من خلال مشوارك وتجربتك التدريبية برضو يعني بما نتكلمنا عن محمد صلاح نجم الكرة المصرية قمت بتدريب اتنين من نجوم الكرة المصرية اللي لعبه في فرنسا وتحديدا في فريق سترازبورج أعتقد أحمد أبو مسلم وحسني عبدربو انتباعك إيه عموما عن التجربة دي ورأيك إيه في اللعب المصري أنا امتلكت العديد من اللاعبين ولكن أنا قدرت بكثير حسني عبدربو أنا أعتقد أنه كان لعب دائما رائع على أرض الملعب خصوصا على القطعة التكتيكية دائما ما يقادي بشكل رائع بالنسبة لأبو مسلم هو لعب في فريق للدرجة الثانية ولكن كان يوجد لدينا مشكلة أنه لم يمتلك اللغة الجيدة جون بيار بابان هنتواصل معك مرة تانية ويهمنا جدا تعوجدك معنا في أسئلة كتير جدا على المنتخب في فرنسا وعلى الكرة في العالم كله ويهمنا نسمع رأي واحد من أهم من نجوم الكرة الفرنسية هنروح نفاصل ونرجع لك سريعا قلت لكم قبل بداية لقائي معا جون بيار بابان طبعا نجم الكرة الفرنسية أنه بلوندور، تشامبينز ليج، كاس أوروبا، أربعة دولي مع مرسيليا وغيرها وغيرها من الألقاب وستأقول لكم أنه حسام حسن النسخة الفرنسية يعني أنا كنت بشوفه جدا نفس الشبه، نفس طريقة اللعب، نفس المركز ونفس التقلق طبعا ومشواره في الملاعب، نرجع له مرة تانية ونرحب به بشكرك على انتظارك ووجودك معنا جون بيار بابان كنت بتكلم قبل الفصل معك على تجربة تدريبك لللاعبين المصريين في الدولة الفرنسية تجربة أبو مسلم وحسني عبدالربوي يهمني كمان أسألك عن تقييمك السنة دي فيه لعب مصري محترف في فرنسا ومحترف تحديدا في فريق نونت مصطفى محمد، رأيك في إيه في بدايته؟ توقعاتك لي في الدولة الفرنسية؟ أعتقد أنه شيء جيد جدا توجد في الدولة الفرنسية أعتقد أن اللاعبون المصريين لعبون على مستوى بدني قوي ومستوى فني أيضا وأعتقد أن في القرى الفرنسية أعتقد أنه سينجحون في القرى الفرنسية وأعتقد أن هذا اللاعب سيحصل على الكثير في تواجده في الدولة الفرنسية أنا أعلم أن في الوقت الحالي أن دائما النتائج ليس بأفضل شيء ولكن مع الوقت سيحصل على الأفضل وسيحصل على فائدة كبيرة من اللاعب في الدولة الفرنسية انتباعي أنه يمكن معظم الأندية الفرنسية بتميل أكثر لدول شمال أفريقيا شمال غرب أفريقيا زي تونس والجزائر والمغرب هل بس الفكرة أنه اللغة ممكن تكون بتسهل الأمور ولا ممكن يكون فيها أسباب تانية أعتقد نعم هي اللغة هي اللغة فقط اللغة مهمة جدا أنا أتذكر مع حسني عبد الرب وابو أنه كان حظي الجيد أني أتحدث اللغة الإنجليزية ولكن إذا كان يوجد لعب لا يتحدث الفرنسية فهذا شيء صعب ليس بزهر حتى للفريق ليس المدرب فقط لأنك لا تستطيع تعبير عن طريق الكلام هذا صعب متابع للدورة الإنجليزية وإيه الفريق اللي أنت بتميله أو بتشجعه ومين المدرب اللي بيعجبك في الدورة الإنجليزية أهلا أنجلتر إلا أنجلتر أنا بصراحة أشجع ليفربول دائما هو فريق المفضل هو الفريق الذي شاهدته منذ من شيئي والدي كان يشجع منشستر وقد شاهدت المباراة بالأمس عندما فاز منشستر على ليفربول ولكن أنا ضعيف من ناحية ليفربول فهو فريق المفضل هارد لك على خسارة إمبارح خليني أسألك وأنت كنت نجم كبير طبعا ويمكن كلنا شفنا وحاسين بعلاقة توتر شوية بين تنهاج مدير فني منشستر يونايتد وبين كريستيان ورونالدو ويمكن كان وضع ده حتى في جلوسه على ديكت الاحتياطي طول فترة المباراة ونزوله في الدقاءة الأخيرة بتشوف ده إزاي وهل من وجهة نظرك الأفضل لرونالدو أنه يرحل عن منشستر يونايتد ولا يستمر في قيادة الفريق بالنسبة لي يجب أن يذهب إلى شيء آخر أنا أعتقد أن تنهاج لا يريد رونالدو وأعتقد أن رونالدو يعلم هذا بشكل هذا ما أتفهمه ولكن عندما تمتلك الإنجازات والحياة الذي مريد بها كريستيان ورونالدو بينسور الإنجازات العظيمة أعتقد أنه يجب في حالة ورونالدو أن تذهب بعيدا أن تذهب إلى المكان آخر لأن هذا هو كريستيان ورونالدو في ألاعب أدى كسيره كنت قدم يجب الزهاب وإنتقالا للمنتخب الفرنسي منتخب الديوك إزاي بتشوف فرصة وإحنا على بعد يمكن شهور قليلة جدا من انطلاق بطولة كاسة العالم 2022 في قطر ويمكن منتخب فرنسا عودنا أن يكون واحد من المرشحين لتحقيق اللقب إزاي بتشوف فرصه وإزاي بتشوف قدرة ديدي ديشان على قيادة المنتخب الفرنسي طبعا حظوظ المنتخب الفرنسي موجودة بالفوز بكاس العالم نحن لدينا جيل قوي جدا يلعبون على مستوى رائع جدا يلعبون في كل أوروبا في أكبر أندية أوروبا وأعتقد الآن يوجد فرق قوية جدا بإسلاة برازيل أتحدث عن إنجلترا أتحدث عن ألمانيا دائما ألمانيا قوية حتى إن كانت لم نكن في مستواها يوجد أسبانيا أيضا ويوجد بعض الفرق الإفريقية أيضا وأعتقد أن في الجو مثل قطر ستكون إضافة للفريق الأفريقية ولكن بالنسبة لي هذه بطولة وضعت في مكان خاطئ عبطي المستوى ومستوى الوقت لأن البطولات انتهت وهذا وقت وهذا ليس الوقت الأفضل للعب كأس العالم جماهي الكرة دائما بتعشع المراهنات وأنا عارف أن الكرة الفرنسية قدمت كثير من الأساطير للعالم كله وأنت بالتأكيد واحد منهم لكن لو خلتك تختار ما بين زين الدين زيدان وميشيل بلاتيني مين الأفضل من وجهة نظر بابا أنا لا أستطيع بصراحة أن أقارن بين جيلين مختلفين هذا شيء صعب ولكن طبعا بلاتيني سأتحدث عنه هو أنا لعبت معه وهذا كان الشخص المثالي لي ولكن زين الدين زيدان هو شيء آخر ولكن ليس ليس لاعب هذا الجيل زيدان كان نجم جيلهم ولكن في بعض البطولات أنا لم أرى أبدا لاعب مثل زين الدين زين يفعل بالكرة ما يفعله زين الدين زيدان هو اللاعب ممتع لديه بعض الإمكانيات التي لا أعلم كيف يفعلها فلهذا لا أستطيع فعل المقارنة بينهم هما إثنين من أكبر أستطيع قوات القدم وليس تيضف ديل للعب لو أرد على جون بيار بابان ويتولى تدريب فرق في قارة أفريقيا يوافق ولا في أسباب ممكن تمنعه على الأرجح نعم أعتقد سيكون تحدي أود بشدة أن أكتشفه وأنا أريد أحتاج هذا للتجربة وهو شيء سيأخذ انتباهي وأتمنى أن يحدث في الأعوام القادمة جون بيار بابان بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لنا لقاء أتشرف الحقيقة وأفتخر بوجودك معنا في السادسة كل الشكر لك على وقتك وعلى المشاركة